في إطار السعي نحو التكامل في تنفيذ المشروعات العمرانية في مصر وتوفير المصاعد الكهربائية بنسبة إنتاج محلي تصل إلى 70% وقعت الهيئة العربية للتصنيع خمسة اتفاقيات إطارية للتعاون مع مجموعة طلعة مصطفى القابضة وشندلر جروب العالمية حيث تؤكد تلك الاتفاقيات على قدرة الصناعة الوطنية على مواكبة التطور العالمي ونقل التكنولوجيا الحديثة تنفيذاً لتوجهات فخامة سيدة الرئيس لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات في مصر نحن نشتغل على هذا ونحاول نحن نتعاون مع شركات القطاع الخاص سواء مصري أو عربي أو أجنبي لتلبية مطالب التنامي العمراني الكبير الموجود في مصر حالياً سواء لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ونحن عندنا عقد من وزارة الإسكان قدره خمسين ألف مصعد على عشرة سنوات وكمان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة برضو عندها عقد آخر معاناً إن شاء الله بخمسة ألاف آخر كل عام خلال شهرين نشهد الإنتاج الأول من المصعد الكهربائية الجديدة الداعمة لمشروعات الإسكان المختلفة في مصر ليتم التنفيذ برؤية تطمح في التصدير مستقبلاً للدول العربية والإفريقية إنها شراقة قوية حيث لدينا الفرص لدعم التوطين والذي يعني التجميع المحلي بخط إنتاج في مصر وأيضاً عمال السيانة نحن لدينا خبرة تبلغ مائة وخمسين عاماً في السوق العالمية ولدينا خبرات في أعمال المصعد الكهربائية لذلك نرغب في مشاركة خبرتنا هنا ولنضمن عملية التوطين يأتي هذا التعاون ضمن خطة متكاملة يوجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين التكنولوجيا في كافة المجالات كمجال صناعة المصعد الكهربائية وجذب الاستثمارات المشتركة مع الخبرات العالمية في هذا المجال اشتركوا في القناة